يعني بتأكيد كلنا بنتابع اللي بيحصل في الصدان الشقيق وأكيد منتمنى عودة الهدوء والاستقرار لدولة الصدان اللي بتربطنا بيها علاقات أخوية وروابط ثقافية وعلاقات يعني ممتدة عبر السنين وسنين وأبد الأبدين إن شاء الله عشان كده الدولة المصرية بتلعب دور محوري ومهم في دعم الجهود الدولية لوقف العنف عشان يستعيد الصدان الشقيق استقراره وأمنه في أقرب وقت مم صحيح وبالفعل الدولة المصرية بتدير الملف ده بهدوء وحكمة شديدة ده ربما ظاهر من خلال الخطة المحكمة والأمنة اللي تعاملت بها الدولة المصرية في إجلاء المصريين الموجودين في السودان في الحفاظ على سلامتهم حتى وصلهم بسلام إلى أرض الوطن خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الملف السوداني وعن الدبلوماسية المصرية كيف تدير الدولة المصرية هذا الأمر بهدوء وحكمة كيف تتعامل مع ما يحدث في السودان وأيضا كيف تبعد نفسها عن هذه المشاكل وتستقبل كل الذين أتوا من هذه الأراضي السودانية برحب الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحا رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية عشان يطلعنا على هذا صباح خير أستاذ مصطفى أهلا بك يا فندم نوارنا دايما يعني في البداية حابين نتكلم عن حضرتك شايفة إزاي الإشادات الدولية اللي يمكن الدول كتير أو يأشدت لمصر بيها في إزاي أنهما تم إجلاء مواطنين هذه الدول من السودان الشقيقة عن طريق طبعا الدولة المصرية دي حاجة وحابة كمان أتكلم عن الدبلوماسية المصرية في إدارة الأزمة شايفها إزاي يعني فيه هدوء وفيه حكمة فيه دعم جهود عودة الاستقرار مرة تانية في السودان شايف كل ده ساي في البداية سمحي لي أتقدم بخلص العزاء لمعالي وزارة الخارجية سيد سامح شكري وكل أعضاء وزارة الخارجية المصرية في وفاة مساعد الملحق الإداري بجمهورية السودان دولة السودان الشقيقة والحقيقة لازم نتفهم أن الدبلوماسي المصري كما أشارت وزارة الخارجية دي مهمته يعني أنه الدفاع والدفاع عن حقوق المصريين هو ده دور مهم جدا لعبيته السفارة المصرية من أول لحظة لاندلاع الأحداث في الداخل السوداني على النحو ده ويمكن من اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث كانت الخارجية المصرية سباقة في إعلان الموقف المصري السابت والدائم من هذه الأزمة مؤسسات الدولة المصرية بتعمل على الأرض بقوة سواء مؤسسات معلوماتية أو جهات تنفيذية بالفعل أن كنتي تطمئي عودة سلامة المصريين إلى الأراضي المصرية سلامة المصريين وعودتهم يمكن إحنا النهاردة قبل ما ندخل الهواء أدلوقاتي بنتكلم على عودة تقريباً ما يقرب من نصف عدد المصريين المتوجدين على الأراضي السودانية وده أمر مش سهل بالطبع وأنك تكوني أول دولة تستطيع أن تجلي رعاياها من السودان بعد اندلاع هذه الأحداث أمر بيعكس مكانة الدولة المصرية انطلاقاً من ده لازم نتفهم أن الدولة المصرية لديها مجموعة من الثوابت السوابت دي بتمكن الدولة المصرية دائماً وأبداً أن تكون الشريك الفاعل في إدارة مثل هذه الملفات يمكن أول اتصال تليفوني حدث فوراً دلع الأزمة من قبل السيد سكرتير عام الأمم المتحدة كان مع فخامة رئيس عفتاح السيسي الاتصال ده يمكن الاتصال الأول اللي يتم على هذا المستوى وكان الغرض منه التعرف على الرؤية المصرية لهذه الأزمة وكيف يمكن العمل على وقف إطلاق النار وعودة الاستقرار والهدوء إلى دولة السودان وفي الاتصال ده سيدة الرئيس أوضح أن مصر مهتمة بالشأن السوداني للعوامل الكتير اللي حدريكي ذكرتها والعوامل اللي ذكرها أستاذ مصطفى السودان جزء يعني مهم جداً بالنسبة للدولة المصرية اللي بيربطنا مع بعض مجر روابط تقليدية روابط تاريخية روابط شعبية روابط ثقافية مصر والسودان يعني طوله مصر والسودان رابط ود النيل يعني احنا بنتكلم على أن هذه الدولة هي الامتداد الطبيعي للعمق الاستراتيجي للأمن القومي المصري في اتجاه الجنوب ودائماً الدولتين بيرتبطوا مع بعض بعلاقات متميزة على مدار التاريخ تطور الأحداث على هذا النحو وعدم الاستقرار الأوضاع في السودان بيحمل مخاطر شديدة جداً على الشعب السوداني بيحمل مخاطر شديدة جداً كمان على مقدرات الدولة السودانية وعلى أطماع إقليمية ودولية يمكن أن تكون سبباً عايزي نكلم على أطماع دي يمكن أن تكون سبباً في اندلاع مزيد من أحداث العنف في الفترة القادمة الواضح أن الأزمة بعد اندلاعها مش نزاع تقليدي بين قوتين في الداخل السوداني ولكن هو نزاع لقوة إقليمية ودولية حول السودان وده يمكن اللي بيأخر فكرة اللجوء أو الوصول إلى التسوية في هذا الشأن أو وقف دائم لإطلاق النار ومنسمى العودة إلى طولة المفاوضة المبادئ اللي الدولة المصرية بتنتهجها في التعامل مع هذه الأزمة مبادئ رصخة قائمة على المبادئ الأخلاقية والإنسانية في القانون الدولي والعلاقات الدولية بتتكلمي على مبدأ عدم التدخل في أشؤون الداخلية للدول الجوار بتتكلمي على احترام السيادة مبدأ احترام السيادة للدول بتتكلمي على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصر بتتكلمي على مبدأ عدم استخدام العنف أو التهديد واللجوء ليه لما بتيجي بتستعرضي المبادئ دي وتشوفيها ده عكسوا البيانة اللي ألقا المندوب الدائم لمصر في مجلس الأمن في الجلسة اللي عقدها مجلس الأمن في هذا الشأن ومصر حددت بوضوح أن هي تعمل مع كافة القوى الإقليمية والدولية من أجل وقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على سيادة الدولة الوطنية في السودان من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية من أجل وقف مزيد من التدهور في الأوداع داخل السودان حفاظا على حق الشعب السوداني ومقدراته وحمايتها وأخيرا أن الدولة مصرية بتشوف أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو العودة إلى طاولة المفاوضات تجمع كل أطياف الأزمة في السودان وإن هذا المخرج الوحيد في هذه اللحظة إلا مصر يريد أن يكسف جهودها من خلاله سواء بالتعاون مع الدول أو منظمة الاتحاد الأفريقية طيب لو نظرنا المعبر أرقين الذي يفصل ما بيننا وما بين السودان هذا المعبر البري ربما استقبل الألاف ليس فقط من المصريين أيضا من السودانيين الفرين من جحيم هذه الحرب كيف تعملها الدولة المصرية أيضا مع هؤلاء كيف أسرت لهم الدخول إلى الأراضي المصرية كيف تعاملت معهم في توطنهم وتسكنهم ودخولهم إلى البلاد طيب أستاذ مصطفى في الإطار ده أنا أنت حضرك بتجريني لمساحة أنا عايزة أقولها الحقيقة أنه ينبغي على المصريين وهم يتعاملوا مع الأزمات الآن ألا يقعوا في فخ مواقع التواصل الاجتماعي ما فيش حاجة مش متابعة ما فيش حاجة مش مقروعة وفيه أطراف عديدة من مصلحتها أن تؤجج أو تفخخ العلاقات بين الشعبين يمكن إحنا أهملنا السودان لفترة كبيرة جدا وأهملنا التعاطي مع الدخل السوداني لفترة كبيرة جدا لكن ده لا ينفي أن الدولة المصرية عادت بقوة يعني أذكر حضرك بحاجة المبادرة للهدنة في غزة التي انطلقت إبان زيارة فخامة رئيس عفتاح السيسي إلى باريس انطلقت وقت أن كانت مصر تشارك بحضور الرئيس في مؤتمر عقدة خصيصا لدعم السودان والأوضاع الاقتصادية في السودان ولتوفير مزيد من الخدرات تمكن السودان من تجاوز الأزمة الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها المصريين هنا عليهم أن يكونوا عيين وعليهم أنهم لا يتبعوا أي معلومة إلا من خلال المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة المصرية سواء وزارة الخارجية أو المتحدث العسكري في الملف ده بالتحديد المصريين لازم يكونوا منتبهين فكرة أننا نتدخل تدخل مباشر مصر لها دروس والتاريخ بيقدم دروسا كبيرة في هذا الإطار التهور في التعامل مع هذه المواقف في لحظات تاريخية مفصلية يمكن أن يقود إلى تدمير مقدرات ومؤسسات كبيرة وبالتالي لما تتكلم على أزمة زي أزمة النازحين أو ليس ستسميهم النازحين أخوتنا في السودان الذين لا يجدون ملجأا إلا في حضن الأم الكبيرة في حضن مصر التعامل مع الملف ده لازم يكون وفقا للمعطيات الرسمية الدولة المصرية أعلنت أنها لن تسمح بدخول أحد إلا من خلال الطرق الرسمية أي من خلال الحصور على تأشيرات رسمية من خلال السفر المصرية وبالتالي لازم نبقى متفهمين ده أن المصريين لازم يستوعبوا أن إذا استقبلنا أحد على الأراضي المصرية فده سيتم بصورة شرعية ولا يسمح باجتياح الحدود المصرية أو أن أي حد يدخل الحدود هي الدنيا مش سايبة الأمور محكومة وهناك مؤسسات واجهات سيادية واجهات أمنية تتعامل مع هذا الملف لما نيجي نبص لده لازم نبص لو ناس دخلت مصر بتنظرهم إزاي هاخد حضرتك ونروح لكلمة فخمة الرئيس مبارح في اجتماعهم مع المستشار النمساوي ولما تحدث عن أن مصر يوجد على أرضها تسع مليون مواطن عربي ستاشر أنا قريت قبل كده ستاشر لو أنا مش غلطانة بس يعني أكيد حضرتك معلومتك الأمور تحسمت فخمة الرئيس حدد الرقم بدقاء تسع مليون مواطن عربي يعيشون على الأرض المصرية يعيشون بل أننا دون وجود مخيمات أو وأن الأمور مصر تتعامل معها في إطار الطبيعي وأن دول بيعتبروا ضيوف على الدولة المصرية وأن الدولة المصرية تسع مليون ضيف عربي عندنا على الأراضي المصرية والمصطلح مهم أننا عندنا التسع مليون ضيف عربي ضيف ودي مصطلح مهم جدا وإطلاقوا في هذا التوقيت مهم جدا للتحديد بصورة واضحة كيف تتعامل مصر وكيف تنظر مصر لفكرة تواجد أي مواطن عربي من الدول الوطنية التي تعرضت للتهديد جراء الأحداث الكبيرة التي عاصفت بالمنطقة عقب أحداث 2011 بالطبع الأزمة في السودان أزمة عميقة يعني لو نتكلم على العراق وبنحددها كبداية التحول في اتجاه المشروع لتقسيم الشرق الأوسط اللي بتبن ملامح ملاحظة بعض الأخرى لازم نرجع للسودان وما قبل 2003 في العراق ونشوف كيف انتزع جنوب السودان من السودان بشكل قبلته المنظومة الدولية أو الشرعية الدولية وإن كان على الأرض كان أمرا مؤلما جدا أن تنتزع جزءا من الأرض السودانية وتأسس الدولة جديدة لكن الأمر استقر وأصبحت الآن علاقات مع هذه الدولة دولة جنوب السودان ويمكن مصر شريكة مع دولة جنوب السودان الآن في جهود حسيسة مع منظمة الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى وقف الإطلاق النار ومصر تواصل لاتصالات على المستوى الرئاسي وعلى المستوى وزيرة خارجية من أجل وقف هذه الأحداث المؤسفة التي تجري في الدخل السوداني في الإطار ده إحنا لما بنبص إلى تواجد إخوالينا على المعبر لازم نتفهم أن الدولة المصرية لا تنظر لهم نصرة دونية ولا ينبغي أن ينساق الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعامل مع إخوة لك يلجأون لك في وقت ضعفهم بصورة تمنح المستفيد من إشعال العلاقات بين الشعبين الفرصة لتحقيق أهدافهم لا أنت عليك أنك تكون واعي جداً ونت بتتعامل مع هذا الملف تنظر إلى تصريحات مؤسساتك الرسمية والقادة في هذا الوطن وتضحى صعوب عينك وانت بتكتب كل كلمة الكلمة الآن مسؤولية والكلمة الآن طلقة لو انطلقت بتصيب أهداف كثيرة يمكن أن تضر في المستقبل أكثر مما تفيد في الحظ هناك من ينفذ في هذه النار من أجل أن يشتعل الأمر ما بين مصر وما بين السوداء بغض النظر عن تسمية هؤلاء يعني مصالحهم إيه في ظل وجود علاقات راسخة ما بين دولتين جغرافيا واحدة يعني متكلم في تاريخ ممتد طويل المتابع الجيد يا أستاذ مصطفى ليه مش مواقع التواصل الاجتماعي بقى ليه الإعلام والقنوات الإخبارية بغض النظر عما يتم ترويجه من خلالها خلينا نكون فخورين بما يقدمه الإعلام المصري في هذه اللحظة الرهنة من حالة طب النفس الشديد من حالة المهنية الاحترافية صحيح إعلاء المصلحة الوطنية المصرية وإعلاء المصلحة القومية العربية دون غيرها من اعتبارات بصورة بتعكس التناول الدقيق لهذه الأزمة حتى في استخدام المصطلحات مصطلحات في منتهى الدقة يتم استخدامها سواء من القائمين على إدارة الحوار أو من الضيوف لمراعاة هذا الظرف الدقيق اللي بتمر به المنطقة العربية والدولة المصرية في أزمة السودان علينا هنا أن نكون وعيين وعلينا هنا أن ننتبه أن نحن فقدنا على مدى طويل جدا كان علاقة بالمجال الحيوي الجنوبي للدولة المصرية في السودان ونشأت طويل هذه الفترة أجيال تمكن من يخطط لهذه اللحظة أنه يستغلها في ترويج السموم وفي الإقاع بين السعبين هقولك حاجة بسيطة جدا يمكن المتابع الدقيق أو غير الدقيق لمباراة كرة رياضية بين الأهلي والهلال السودان المؤشرات كانت واضحة وكان واضح تماما أن الأمر يتخطى صفحات غير معروفة تظهر فجأة على التايم لاين الأمر يتخطى الرياضة بالزبط الأمر يتخطى الرياضة ومن ثم لازم نكون ملتفتين أنه نفوت الفرصة على من يستهد بعدين يا أستاذ أحمد تلاقي صفحات مقترحة يعني الفيسبوك أو مواقع التواصل بتقترح لك صفحات وأنا معرفش دي جاية منين وممولة شيء أنا برضو هو فعلا فيه على ما تستفهم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي احنا تحدثنا عليها كتير لكن خلينا نقول أنه علينا مسئولية خدنا دروس خدنا عبر من أحداث كثيرة مرت سواء بالدولة المصرية أو بالمنطقة العربية بتخلينا نكون أكثر حفافة وأكثر وعيا في التعامل مع هذه الأزمة وأكثر انتقاءا لمصطلحتنا وأكثر وعيا في التعامل مع شعب شقيق هو يمثل جزءا من نسيج ودي النيل اللي احنا بنفخر أن احنا بننتمي ليه جميعا سواء في مصر أو في السودان خليني أتكلم محداك عني يمكن بيان منذوب الدائم لمصر في مجلس الأمن هو كان متكامل ووضح فيه وجهة نظر مصر فيما يحدث في السودان هل ممكن يكون البيان ده سبب فيه يمكن وقف الاشتباكات في السودان هو بيحمل الموقف المصري السابت والدائم من حماية الدولة الوطنية العربية والدولة الوطنية الأفريقية من كافة المهددات التي يمكن أن تعترضها أو تواجهها أو تجابها وبالتالي كان فيه وعي على لسان الدولة المصرية في مجلس الأمن بخطورة تدهور الأوضاع في السودان على مستقبل الشعب السوداني وعلى الحفاظ على مقدراته وكذلك البيان كان واضح فيه مش بس في النقاط الخامسة الوطحين جدا اللي بيوضحه الدور أو تصور الدولة المصرية ليتحل الأزمة السودانية اللي قائمة على المبادئ الإنسانية في العلاقات الدولية والمبادئ الأساسية في القانون الدولي لكن احنا بنتكلم على رؤية شاملة في البيان سواء في الدباجة أو وصولا لهذه النقاط لما بنشوف البيان على مجمله لازم نتوقف عن أن البيان كان بيحمل إدراك كبير جدا أن هناك أطرافا أخرى ترغب في إشعال الأمر في الداخل السوداني أن الدولة المصرية تحذر كافة الأطراف من التدخل في الشأن السوداني بصورة واضحة وصريحة وأن هذا أمر هذه الأحداث في الداخل السوداني هي أمر داخلي ينبغي أن يتم حله في إطار الدولة السودانية أو في إطار منظمة الاتحاد الأفريقي وتعاون الدول الأفريقية لوقف هذا القتال في الإطار ده الدولة المصرية حددت المبادئ بتاعتها اللي أتصور أن هي المبادئ الرئيس اللي يمكن أن تكون حاكمة في كل المبادرات اللي يتم اللجوء إليها أو طرحها من قبل الاتحاد الأفريقية أو من قبل دولة جنوب السودان أو من قبل الدولة المصرية أو من قبل المملكة العربية السعودية أو من قبل الإمارات العربية المتحدة رغبطا في تهديئة الأوضاع في الداخل السوداني والوصول إلى تسوية سلمية لهذه الأزم الأمر هنا بيتوقف على رغبة الأطراف في الداخل السوداني إلى الاستماع إلى صوت العقل وبيتوقف على من يدير هذا المخطط وهل هيسمحوا للجهود السلمية بالتوصل إلى تسوية حقيقية عبر الحوار المباشر ولا هذه القوى الدولية والقوى الأقليمية التي تحاول أن توجد لها موطئ قدم في الداخل السوداني تؤخر قبول هذه الحلول بالضغط على الأطراف المختلفة المشتبكة في هذه الأحداث الخطور الأكبر في تصوري أن هناك قوى عسكرية أخرى في الداخل السوداني بدأت تظهر على الساحة في الأمس هناك تأجه للصراع قبل بدأت تظهر أحداثه منذ الأمس أيضا ومن ثم استمرار وتداعي الأحداث على هذا النحو قد يعرقل كثيرا من الجهود المبزولة والحسيسة التي تبزلها الدولة المصرية حفاظا على الشعب السوداني وحفاظا على مقدراته الأمر مرة أخرى يرتبط بإرادة الشعب السوداني الذي ينبغي عليه أن يكون منتفتا ومنتبها في هذه اللحظة التاريخية أن الدول التي تذهب لا تعود والخبرات وقاعة أمار لا يريد أن نرى اللقطات التي نرى من الشعب السوداني لا يريد أن يتقلموا لما يحدث الذي ترى فيه في إعلامنا الإعلام الواعي الذي يحاول أن يرأب هذا الصدع الذي حدث فيه الداخل السوداني إنما إعلام آخر يستضيف بصورة مستمرة مواطنين سودانيين يحاولون مش بس إشعال الأزمة بين أطراف الصراع في الداخل السوداني ولكن يحاولون الوقيع أيضا بين الدولة السودانية وبين الدولة المصرية يعني يزوجه بإيس مصر ظلما صحيح مش كلا أن المنطقة دلوقتي الشرق الأوسط الآن متأجد به الحروب والفرقة سيد سبسانت خلينا هنا نقول أن مش المنطقة بس ولكن العالم العالم في لحظة تشكيل وإعادة تشكيل القوى الفاعلة فيه ومن ثم علينا الانتباه إلى هذه المرحلة الدقيقة اللي بيمر بها العالم العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل شكل النظام الدولي وطبيعة دور المنظمات الدولية وطبيعة دور المنظمات الإقليمية ومدى فعالياتها في التدخل الوقف مثل هذه الأزمات مثال قدامنا الأزمة الروسية الأوكرانية أو الحرب الروسية الأوكرانية بنقترب من العام الثاني للوقتي لاندلاحها وبرضو يعني عدة سنة ونص لا حدودة واضحة لمؤشر انتهاء هذه الحرب متى ستنتهي وفي الظل تبدأ مجموعة من الأزمات في مناطق متعددة حول العالم شفنا الأزمة السودانية مناطق مرصحة لاندلاع الأحداث تايوان والصين أولمينيا وإزربيجان بالضبط وبالتالي في عالم بيعد تشكيله القوي فيه هو الذي يملك التعامل وفقا لقواعد القانون مستوعبا دروس التاريخ في أن لا يكون متهورا في التدخل في أمور قد تجلب له ولشعبه مدارا كثيرة في المستقبل الحكمة هي التي تغلف رؤية القيادة السياسية المصرية الحكمة هي التي تغلف الاتصالات التي يجريها فخامة رئيس عفتاح السيسي ووزارة الخارجية باعتبرها الجهة المنوط في التعامل مع المنظمات ومع الدول الأجنبية ومع الرؤساء الوزارات ووزارة الخارجية المناظرين في الدول الأخرى هذه الحكمة هي التي تغلب على الموقف المصري وعلينا كلنا أن نقتضي بها في التعامل مع هذه المسألة الحيوية نتمنى أكيد للسودان الشقيق أن الأزمة تخلص على خير يا رب بسرعة جدا كل شكرا لك على وجودك معنا الكثير من الصحفي أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الخارجية شكرا لك يا فاندن شكرا لك يا سيد أحمد